قوات الحزام الأمني المدعومة إماراتيا في عدن نفذت وساعدت على تنفيذ هجمات انتقامية ضد مدنيين من المحافظات الشمالية هذا ما أوردت المتحدثة باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان رافينا شمدساني ورغم انحسار موجة ترحيل اليمنيين من عدن خلال اليومين الماضيين إلا أن الاتهام المتأخر للأمم المتحدة هو الأول من نوعه الذي يتم فيه إدانة تلك الأعمال من قبل المنظمة الدولية وتجريمها لهجمات قوات الحزام ضد المدنيين وأوضحت شمدساني أن الهجمات الانتقامية تنوعت بين عمليات اعتقال واحتجاز تعسفي وتهجير قسري واعتداءات جسدية ومضايقات فضلا عن عمليات النهب والتخريب ولم توجه المسؤولة الأممية تلك الاتهامات جزافا بل إن شمدساني قالت إن المفوضية جمعت معلوماتها من مصادر متعددة وتسببت عمليات الترحيل في حالة من الإحباط لدى اليمنيين من بينهم مستثمرون تراجعوا عن المضي قدما في إنشاء مشاريع تجارية كانت واحدة من العوامل الكفيلة بتحقيق الانتعاش الاقتصادي للمدينة المهزوزة بفعل التوترات المستمرة المرصد الأورو متوسطي وهو منظمة دولية تعنى بحقوق الإنسان ومقرها الرئيس في جينيف قال إن عمليات الترحيل القسري للمدنيين من عدن تجري بالدوافع السياسية ومناطقية وتغذيها أطراف إقليمية بهدف فرض واقع سياسي جديد المرصد أشار أيضا إلى أن تلك العمليات تنتهك القانون الدولي كما انتقدت عامل الحكومة الشرعية مع تلك العمليات إذ لم تمارس أي تحرك فاعل من شأنه التصدي لها ويرى مراقبون أن الممارسات المناطقية تكرس مفهوم الانقسام وتعزز من صور الكراهية واتساع الفجوة بين أبناء البلد في مدينة تقف على صفح ساخن